السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على بطلة كربل العقيل زينب السلام على قمر بن هاشم أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته سيدي يا أبا عبد الله ها هم خدمة جوارك ومن جوارك وفي حرمك اشخاص بأبصارنا نحو ظريحك متوجهين بقلوبنا ودموعنا نحو عليك ننشد السلام عليك معلنينا الانتماء إليك مستأذنين بالدخول إلى حرم تحف به ملائكة ربك مبتدئين بآيات من الكتاب الكريم ببركة الصلاة على محمد وعلي محمد واصل على محمد وعلي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد وقام صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله صدق الله العلي العظيم نقف إجلالاً وإكراماً لقراء صورة الفاتح على رواح الشهداء الذين صدقوا ما عاهد الله عليه للدفاع عن العراق وعن مقدساته من القوات المسلحة والحج الشعبي المقدس وعلى أرواح الشهداء الذين تم استدافهم من قبل زمر الإرهاب في مختلف محافظات العراق فلنقرأ لهم ولجميع شهداء محبي أهل البيت في مشارق الأرض ومغاربها الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد نسأل الله العلي القدير أن أسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أويهم الصبر والسلوان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الله صلى على محمد وآل محمد الله الرحمن الرحيم السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك ابن أمير المؤمنين السلام عليك ابن صديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكان وأبرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأبا في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خبلوك والذين قتلوك ملعنونا على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضعف عليهم العباب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفاك فاشفعني عند ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذا وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البداعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاولة الضعيف وإدراك اللهيف برحمتك يا أرحم الراحمين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك أبدني عند استغاثتك ونساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك يا حسين لبيك يا شهيد لبيك يا حسين لبيك ياه من سrey